الدواء ده تاخدوا لمدة سبعة ايام وبعدين حاجة شرطة سبعة ايام؟ واهم من الدواء الراحة الدامة بسرير والراحة جزء من العلاق ان شاء الله صد السلام عليكم عليكم سلام من حضلك الاغتور ربما انا كان عندي مشوار كده ما ينفعش اروحه لا طبعا ما ينفعش انا لازم الراحة التامة ان شاء الله شكرين جدا والسلام ورحمة الله وبركاته امان الله السلام قدر الله وما شاء فعل الحمد لله الدكتور طمني جوي هتبقى كويسة ياما ان شاء الله روح مش ورك يا امين ما تعطلش روحك كم يوم كده ياما لحد ما ترتاح ما تشيلش همي هتنت الدواء ناخده في المعاد وان احتاجت الحاجة هخبط على جريدك ما احنا جاعدين مع بعض ياما شوفوا ما اقول لك انت ما تعطلش روحك على شاني مش كفاية حملي عليك كمان هحوش عنك مصلحتك مصلحت ايه مفيش مصلحة ولا حاجة لا انت وراك مشوار انا سامعك وانت بتقول للدكتور يمين بالله العظيم انا هجلك على المشوار عشان اريحك بصراحة كده انا كنت ناوي بكرا ان شاء الله اخدكم روح المدينة المنورة نصلي الجمعة في المسجد الناوي زيارة النبي عليه الصلاة والسلام هنأجلها للجمعة الجاية ان شاء الله هي كل شوية تتأجل سبعة ايام كده يا اما لحد ما تخلصي الدول هدي ضمن عمري سبعة ايام نروح يا امين نروح يا ابني ما ينفعش يا اما لازم تنامي في السرير هو انا في ايه اني ما فياش حاجة الدكتور ما اكد عن راحة وبيقول انها جزء من الالاج البني ادم طبيب روحك المشوار بعيد يا اما ده يجي عشر ساعات هتتعابي بعد ما تاخد الدوة كده وتستريح ان شاء الله نبقى الروح اني طبيب النبي زيارته هي اللي هتزيح عني عليه الصلاة والسلام معلش يا اما عشان خطر اسمعي كلامي بكرة بكرة ان شاء الله بعد ما تخلص الجمعة هتلاقيني مجاهزة كل حاجة عشان نروح على طول قيا لك قيا لك يا رسول الله 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 الباب السابع صيغة الطلاق المضافة للمستقبل بالنسبة لصيغة الطلاق المضافة للمستقبل كأن يقول الرجل لزوجته أنت طالغ غدا أو الأسبوع القادم أو الشافر القادم فيرى الشافعي وأحمد أنه لا يقع الطلاق حتى يجيء الموعد المحدد له أما الإمام أبو حنيفة ويوافقه الإمام مالك فيرى أنها تطلق في الحال ويخالف ابن حزم الأئمة الأربعة فلا يرى وقوع الطلاق لا في الحال ولا في المستقبل ولكل من الأئمة الخمسة سند فيما يقول وأنا أرى أن نأخذ بالأحوط فلا نلجأ إلى هذا الحلف الذي يقع حوله الاختلاف بل لا نلجأ إلى الحلف بالطلاق ونجعله سهلاً على لساننا لأنه أبغض الحلال عند الله أهلاً وسهلاً يا شيخ متولي أهلاً يا خواجة حليل أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً ربنا أروج الحال لكن أنت يا شيخ متولي حاجة تانية خالص تشتري واتبيع زي ما أنت عاوز أنا اللي عايز أشتري ولعايز أبيع أنا جاي جصدك في خدمك وأنا ما قدرش أتأخر عنك أبداً يا شيخ متولي أنت عارف أن أمين ابني حيجد الصيف عند السنة وحشنا كتير جاوي أمين أنا كنت بني لقطين جنبي لكن عيالك يبرد الوقت والقطين بجليجين عليهم البيت الجديد اللي أنت بنيه فيه أربع شجل وأنا عايز أخد شجة منهم أأجرها الأمين ده أنا أكون أسعد إنسان في الدني بس والجيمة اللي أنت عايزها هتوصلك والإيجار هندفعه قبل أول الشهر الحكاية مش حكاية فلوس يا شيخ متولي البيت أربع شجل أنا جاعد في شجة والثلاثة البديين لولادي بين يمين وجرجس ومرجس بس مرجس لسه صغير ده ما كملش سبع سنين لما يجبر يبقى جافع حالي ما أقدرش يا شيخ متولي ما أقدرش هدل كل واحد من إخواته شجة وهو لا ما أقدرش يعني الموضوع ده ملوش حل عندك يا ريت يا شيخ متولي يا ريت بقى أنت فاكر يا متولي أن الخواجه حليم حيدي شقة من الشوق اللي في البيت عنده لبنك أمين وأنا يعني كنت هاخدها ببلاش لبنك أمين عشان يعمل فيه الدروس الدينية بتاعته الكلام ده ملوش لزوم يا شيخ جودة لو حليم ده مسلم وشاير الشجك دي لأولاده كنت هتقول له كده يا عمدك يا عمدك ولاد الخواجه حليم لسه صغيرين دي حجة حجة بتعلق بيه يا شيخ جودة يا شيخ جودة احنا طول عمرنا في البلد هنا أخوات لا نقول مسلم ولا جبطي ده الظاهر لكن ربنا بقى أعلم بالنفوس ما تولحاش يا شيخ جودة ما تولحاش الاسلام ما جدش كده حاجة غريبة جدا ايه علاقة الدين بالمصالح وهم السوفيات اللي انتو بتقولوا عليهم كافرة ومعندهمش دين هم اللي وقفين معانا بدا الأمريكا عبد الناصر مش ممكن يفوته ده صعيدي وميسيبش طرابة ده هم الصعيدة بس اللي مبيسيبوش طرهم ما عندك ولاد الشافع ولاد مسعود أكتر مستعيدة اه صحيح مش هتجيبهم بقى يا عمدة واتصالحهم ولا هنفضل قاعدين ستين كده لحد ما يقع قتيل اعمل ايه يا سيدنا عملنا معاهم أكتر من جلسه لكن مفيش فايدة الطار ده تخلف وأنا رأيي ينسيبهم بيقتلهم ببعض لغاية تم ما نخلص من العالتين ايه دي؟ ما تتكلم عيدل يا مرادفان ايه؟ ولا دي بقى السكافة اللي بتقولوا عليه؟ موضوع الطار دي عايز له وقفة وأنا هقول لهم الطار دي مش شرعي ربوني انا بقول يعني نستنى كم يوم لحد ما يرجع عمين عمين كان جل جبل كده أكتر من مرة ان حكاية الطار في بلدنا دي لازم يخلص منها يا عمد سبحانك ربنا لا إله إلا أنت لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه يا رب يا رب شفيني وفج أني يدني يا رب زيارة مقبولة ان شاء الله جيت يا ضناي نجحت ازاي لوحدة؟ انا دورت عليك في الحرب جيت الحمد لله ايه وازاي بدلوقتي؟ ولا فيي حاجة قاني في دلت جعدة في الحرم النبوي لحد ما مشوني جل تاجة استريح شوية وارجع تاني حيفتحوا قبل الفجر بس لازم برضو تستمر يا عدامة ربنا هو الشافي يا أمين ايه ده يا ضناي ايه؟ انت نسيت مدسك في المسجد؟ لا يما أنا كنت خارج كده المدسة هو ليه كده يا ابني؟ حد من زملاتك ولا تلمزتك يشوفوك يقولوا ايه؟ دي أرض مش عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عايز رجلي تلامس مكان رجله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام استعيبت قطأ موضع قدم رسول الله بمداسي ربنا يا ابني زيدك كمان وكمان عارف يا أما الإمام مالك ما كانش يروح أي مشوار بالدبة بتاعته كان يروح كل مشاويره على رجليه وكان يقول أستحي أن أطأ موضع قدم رسول الله بحافري دبة الحجيجة يا أمين المدينة هنا بتهز الواحد من جوه أرض المدينة دي لو بتتكلم كل شبر فيها يحكي حكاية عن الرسول والصحابة وقال البيت رضوان الله عليهم الحجيجة أنا عايزة أقول حاجة بس خايفة أقولها قولي يا أم الواحد في مسجد الرسول بيحس كده براحة أكتر منه من الحرام المكي مش كده مستكتر أقولها يا أمين بس كان فيه ناس بيصلوا معايا جلوها المسجد الحرام في مكة ملوش نظير مفيش مكان على وش الأرض يوصل لمكانته أمال إيه بس اللي إحنا بنحسه في الحرم النبوي دي أستغفر الله العظيم المسجد الحرام فيه جلال والنفس تهاب الجلال المسجد النبوي فيه جمال والنفس ترتاح للجمال هو ده سبب الإحساس اللي انت بتقولي عليه دا يا أمه يا سلام يا سلام لو نجعد لنا هنا يوم ثلاثة نيجي تاني إن شاء الله ربنا يسترهنة بس الحقيقة لازم ننزل عشان بقسة الأظهر بتجتمع كل يوم حد ولازم أبقى معاه